يرغب في الحواديث والكسس اللي مسكى رمضان طول الوقت رمضان يرجع الأهل لا رمضان مش يرجع الأهل رمضان مساء بالأهل مش عارف إيه زي ما بدأ الأهل مش يترجع رمضان كان بداية الوقت يبقى واحد من كبات الأهل التاريخيين ورمضان ده صديقك والحكاية دي كلها وطبعاً الكلام بتاع المنشطات اللي حصل في الآخر ده في النص يعني في الدوشة بتاعت رمضان رمضان يستحق هذه الدوشة طول الوقت هو رمضان يعني أنا كنت بقوله دايماً هو في ناس النجومية بيسعوا للنجومية وفي ناس النجومية هي اللي بتسعى ليهم ده حاجات بتاعت ربنا يعني في ناس كده القبول بتاع ربنا والنجومية بتاعه فرمضان من يومه هو موجود في النادي الأهل من هو ناشر حتى المطالفر الأول سبحان الله ربنا فيه قبول عند الناس فيه حب عند الناس تجاه رمضان فهم على الوقت أصبح نجم من نجوم النادي الأهل المنتخب مصر فطبيعا أن الناس دايما بتشوف أي موقف بقى خاص به أي أحداث خاصة به فهو طول الوقت بيتردد عند الناس ومطلب عند الناس حتى لما انتقل البرامتز طبيعا أنه ياخد الضجة دي لأنه كان واحد من نجوم النادي الأهلي ومن أبناء النادي الأهلي لكن الفترة الأخيرة أنا شايف أن رمضان من المعاشرتي لي وعلاقتي به رمضان بيدي يعني بحيطة الكلام الخيب بتاع المنشطات أو الكلام ده دي كلها إجراءات بتحصل مع كل اللعيبة اللعيبة بتحلل اللعيبة بيبعندها كشفات طول الوقت المنظمة بتاع المنشطات ما تتطرقش لأي حاجات أو أي معلومات تخص اللعيبة رمضان من الناس الأقوية بدنيا جدا اللي بعيد كل البعد عن الكلام ده بالعكس إحنا كان مميزات رمضان إنه هو بدنيا ما شاء الله مش محتاج أي حاجة ربنا يحفظه يعني فأنا بتمناله التوفيق وبتمناله الفترة اللي جايه بفيه هدوء في حياته وربنا وفقه ويرجع أتى الله من تاني إن شاء الله بإذن الله رمضان بعيد شوية أبقاله فترة عن المنتخب حتى مع بيرامز كان قاعد شوية على الدك حاس إنه رمضان أدار حياته القروية بشكل سليم ولا لأ يعني إنت لو بتتكلم معه بتدردش معاه كالصحاب يعني حاس إنه أدارها بشكل سليم ولا كان فيها بعض الأخطاء يعني أتمنى الفترة اللي جاية إن شاء الله نشوفه المنتخب زي ما أنت قلت وإن شاء الله بإذن الله مستوى يرجع بشكل كبير جدا هو من الإمكانيات المهمة اللي تفيد المنتخب إن شاء الله الفترة اللي جاية فأتمنى له التركيز وبإذن الله مع برامة زي أعمل أداء كويس الفترة اللي جاية وكني يرجع من المنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله مش طول عليك في رمضان أكتر من كده وإن كان فيها قاعد حتة عايزة بس حسيت إن انت مش عايزتك كده صحيح مقافلة انت منطقية حتة عزة وففقه نعم 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 لك نعم 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 نعم